السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات ميثون وصفة اليوم ان شاء الله رايحة تكون تحلية اقتصادية بثلاث نكهات رايحة جيكريمية قوامها ناعم وبنينا بزيف نتمنى تجربوها لانها اكيد رايحة تعجبكم واذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعمونا باعجاب واشتراك ونروح للمقادير وطريقة التحضير بسم الله نبدأ باول تحلية اللي رايحة تكون بالفريز عندي زوج كيسين حليب ما يعادل 500 ميلي لتر نضيف لها ملعقة كبيرة ونصف سكر ملعقة كبيرة فرينة تكون مع امرا مليح ونضيف ملعقة كبيرة نشا ملعقة صغيرة فاني ونخلط كامل المكونات مع بعض جيدا وهنا كمية السكره هي مضبوطة واللي تحبها حلوة بزيف تقدر تدير زوج مغارف كبار نحط الخليط على نار متوسطى ونبقى نحرك بلا ما نتوقف حتى يبدأ يتكاثف هنا درت الفرينا باش يجي الخليط كريمي وما يجيش متماسك بزيف كيما نديره نشا وحده وبعد ما يبدأوا يتكونوا هيدو الفقاعات نضيف ملعقة كبيرة مارغارين طرية ونبقى نحرك حتين الذوب ننزحها من فوق النار ونفرخها في وعاء نضيف زوج مغارف كبار كريم شانتي وكيما راه يسخونة خلطها بالباتر مدة ربع دقايق هنا الكريم شانتي رايحة تخلي القوام يجي ناعم وخفيف نجيب كؤوس بهذا الحجم او اي نوع عندكم نبدأ نمليهم ونخلي تقريبا مقدار واحد سنتيم لاني مزلت ندير صلصة الفارولة وندخلهم للثلاجة حتين نحضرها هذه الكمية رايحة ندير لكم ثلاث كيسين حجم كبير او اربع كيسين بحجم صغير بالنسبة لصلصة الفارولة عندي ثمن حبيت فارولة بحجم متوسط نقطحهم ونزيد لهم زوج مغارف كبار سكر وملعقة كبيرة ما ونخليهم على نار متوسطة مدة خمس دقايق تقريبا حتين تلقيوا الخليط تكاثف قليلا وقطع الفارولة طرات ننزحها من نار ونرحيها بواسطة براميكسير او فلاشوار اللي ترحيوا فيه البصلة بعد ما خليت الصلصة بردت قليلا نكمل نملة بها الكؤوس بهذه الطريقة وهنا التزيين يبقى اختياري ندخلهم للثلاجة ونخليهم يبردوا مليح اما التحلية الثانية رايحة تكون بنكهة القهوة والكاراميل تجيبنينا بزيف ورايحة تكون بنفس طريق التحضير التحلية الاولى عندي زوج كسين حليب ما يعادل 500 ميلي لتر ملعقة كبيرة ونصف سكر ملعقة كبيرة مع مرمليح فارينا ملعقة كبيرة ونضيف ملعقة صغيرة باني وعندي زوج اكيس قهوة سريعة الذوبين ما يعادل ملعقة كبيرة نخلط كامل المكونات مع بعض جيدا ونحطهم على النار متوسطة هنا نبقى نحرك في الخليط بلا ما نتوقف حتين يبدأ يتكاثف وبعد ما تتكون هذو الفقاعات نضيف ملعقة كبيرة زبدة طريق ونحرك حتين الذوب ننزع الخليط من فوق النار ونفرغوه في ايناء وهو سخون نضيف لوزوج مغارف كبار كريمش هونتي وبواسطة الخلاط الكهربائي نخلطهم مدة ربعة دقايق تقريبا انا رايحة نستعمل هذي الكاراميل وكما تقدروا تستعملوا تاع الاكياس ندير القليل في القاعدة ثم نبدأ نملى الكؤوس بهذي الطريقة والتزيين يبقى اختياري ندخلهم للثلاجة ونخليهم يبردوا مليح واخر تحلية رايحة تكون بالشوكولا عندي زوج كسين حليب ما يعادل 500 ميلي لتر ملعقة كبيرة ونصف سكر ملعقة كبيرة معمرة مليح في رينا ملعقة كبيرة نشا وملعقة كبيرة كاكاو بني يكون نوعية مليحة نخلط كامل المكونات مع بعض جيدا ثم نحط الخليط على نار متوسطة نبقى نحرك في الخليط بلا ما نتوقف حتى يبدأ يتكاثف وبعد ما يتكونوا هذو الفقاعات نزيد ملعقة كبيرة زبدة طرية و 50 قرام شوكولا نوار أو بالحليب تقريبا نصف لابلة نقطحها قطع صغيرة ونحرك كمليه حتين يذوبوا ننزع الخليط من فوق النار ونفرغوا فيه إناء نضيف لوزوج مغارف كبار كريم شانتي وهو سخون وبواسطة الخلاط الكهربائي نخلطهم مدة ربع دقايق تقريبا نمل الكؤوس ونخلي 1 سنتيمتر سنكملوا بقاناج الشوكولا نعدل لهم السطح جيدا وندخلهم للثلاجة حتى نحضر قاناج الشوكولا بالنسبة للقاناج عندي 50 ميلي لتر كريم فريش ما يعادل ربع مغارف كبار نحطها تسخن ومن بعد نضيف لها 50 قرام شوكولا نوار أو بالحليب تكون مقطعها قطع صغيرة وملعقة صغيرة زبدة ننزحها من فوق النار ونبقى نحرك حتى نتحصل على خليط متجانس نكمل نمل الكؤوس بهذه الطريقة والتزيين يبقى اختياري ندخلهم للثلاجة ونخليهم يبردوا مليح هذه هي التحلية بعد ما كملت لها التزيين تعال فريز درت لها القليل من الكوكولا وبذوق البيستاش وقطعة فريز واللي بالقهوة والكاراميل درت لها القليل من الكاراميل ونصف جوزة اما تعال الشوكولا زينتها بالقليل من الشوكولا رابي هذه التحليات جي روعة بالرغم من طريق التحضير واحدة الا ان الاذويق مختلفة تماما كما راكم تشوفوا الجي كريمية خفيفة وقوامها ناعم نتمنى تجربوها لانها بالفعل تستحق التجربة ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة